سأل يسأل يقول ما القول في من ينكر تحريم المنكرات كشرب الدخان وحلق اللحة بحجة أنه لم يذكر بنص صريح في القرآن الجواب على هذا من قال أنه لم يذكر بنص صريح فبالنسبة للدخان الشريعة جاءت بحفظ المقاصد الخمسة التي اتفق عليها كافة أهل العلم بل كافة المذاهب الإسلامية والأمة الإسلامية قاطبة التي قات بحفظ المقاصد الخمس حفظ النفس والمال وحفظ النسل وحفظ الدين وحفظ العقل وهذه من القواعد المتفق عليها من أسهل الأمور التي اتفقت عليها الشريعة فأي شيء يؤذي ويؤدي إلى الضرر وقتل النفس فالشريعة حرمته والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إذن هو بنفسه تعدى على نفسه فبالتالي قتل نفسه وبالتالي سيصل النار والعياذ بالله تعالى إن لم يرعوي ويتب عن هذا الغي والقهل الذي يقع فيه بسبب قتله نفسه بهذا الدخان وبالنسبة للضرر أيضا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ويقول سبحانه وتعالى وكذلك يعني لا أظن عاقلا لا أظن أن عاقلا ينكر ذلك ويقول بأن التدخين ليس هلاكا للنفس وهناك أدلة كثيرة جدا تدل في الشريعة على تحريم التدخين كقول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فلا أظن عاقل أيضا ينكر ويقول بأن التدخين من الطيبات على أن أيضا التدخين بنفسه فيه أضرار كثيرة واضحة وكذلك هو قتل للمال هدك للمال والله تعالى حذر المبذرين ونهى الشريعة نهت عن تبذير المال وهالأدلة كثيرة جدا لا نستطيع أن نحصرها الآن فلا يمكن أن يقال بأنه لا يوجد دليل صريح وقائلة فقهية لا ضرر ولا ضرار وهو حديث والمسلمون اتفقوا على القائلة الفقهية التي تقول الضرر يزال إذن هل يلزم أن يأتي ومع ذلك أيضا هل يلزم أن يأتي دليل صريح في كل شيء لا يلزم عن الأدلة السابقة كلها صريحة لكن لا يلزم نقول لا يلزم أن يأتي دليل صريح في كل شيء فمثلا أكل الفاغ وأكل السعابين والحشرات لم يأتي دليل صريح على النهي عن أكل هذه الحشرات والفئران وغيرها فهل معنى ذلك أنها حلال؟ هل يفهم هذا أنها إذا لم يأتي دليل صريح معنى ذلك أنها حلال؟ لا كلا بل هي داخلة في عموم النهي وعموم النصوص الكتابية التي تحذر من قتل النفس ومن المؤذي ومن كذلك أيضا القواعد الفقهية والحاديث النبوية المطهرة دلت على أن الإنسان عليها أن يبتعد عن كل مؤذي والمعنى بيت الداء وحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مامل أبد آدم ويعاء شررا من بطنه هذا إذا كان يملأه بالحلال ويمنع أن يكنز بطنه وحذر من ذلك فكيف بالأمور الضارة؟ هذا دل كثير حول ذلك ولا يمكن أن يقال ومن هنا يقال أيضا في اللحية لا يلزم أن يأتي دليل قطعي لتحرم حلقها فهذه الأمور كلها يكفي فيها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يلزم أن يكون فيها دليل قطعي ومع ذلك الأدلة صريحة أيضا في النهي عن حلق اللحية النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعفوا اللحة وفي رواية ووفروا اللحة وفي رواية وأرخوا اللحة وفي رواية وأوفوا اللحة فإذا هذا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أمرنا أصلا في كتابه أن نطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطاعة النبي بحد ذاتها دليل من الأدلة على ذلك النهي سواء كان قلنا بالتدخين أو عن التدخين أو قلنا عن حلق اللحة أو قلنا عن غيرها فلا يلزم أن يأتي نص صريح من كتاب الله سبحانه وتعالى فإن السنة النبوية الشريفة مبينة والعلماء بيّنوا ذلك والحمد لله العلماء بيّنوا لنا ذلك ووضحوا لنا ذلك ويكفي هذا حجة للعاقل والله تعالى ولي التوفيق والله أعلم اشتركوا في القناة